كل اللي بيجرى ده بيقول حاجة مهمة جدا انه مش حينفع وانا قاعد كده اقولك الباب ده بتاع الرمال ولا الباب ده بتاع القتيل احنا عايزين معاينة في دبي يا جماعة خدوا السر كله في دبي يا ابن الفندق وقع الفندق اتهد لا موجود موجود لسه ناس مبارح قالولي انه مهدد لا موجود انت عندك معلومة اكيدة اه اه موجود اكيد اه اه او على الاهل لو الفندق اتهد هتعرف ان ده مش الباب بتاع الرمال هو انا في الاسبات اه اه اسبات هتعرف على الاهل ان ده مش الباب طب بس هو هو في كلام المعاينة بتاع دبي في الطلبات اللي قالها ما ردش عم نقوم بي يا عمي يا عمي كل الاشياء كل الاشياء اللي في القضية دي في دبي يجب ان احنا نروح نشوف نبص اه لا يعني زي انت دلوقتي ايه لا هو القاضي مثلا او النيابة جي الراجل قاله ايه قاله لا ده مش الرمال قاله لا ده الرمال طب لو طرع ده مش الرمال لو طرع ده مش الباب اللي في عمارة سوزان تامين بص ما هو الجزء الاتي ازا كان ده مش الباب بتاع سوزان تامين حلو كويس وانه تأكدت المحكمة يقينا انه ده الباب بتاع الفندق مخط لو مش هنا يبقى هنا ايه مش حتة تالفة ايه كويس انه الساعة تسعة واثنشر دقيقة سنوه سنوه معاك انا معاك انا اقولك اوه انا اقولك اوه تسعة واثنشر الراجل قتل وخرج ومشي جميل تسعة وتسعة الراجل اه ده جاي ده حسب اقوال شرطة دبي حسب اقوال شرطة دبي اه هما قالك ايه الصورة دية تحديدا قالك ده هو بعد ما مخلص الجريمة وداخل الفندق من الباب ده فمحسي اقولك لا انا مش داخل من الباب ده انا كنت في الحتة الفلانية انا كنت في الجيم وقالك الباب ده تحديدا بيبص على مكان في ضوء قولي لا فالضوء ثانية واحدة الضوء ده فين قالك الضوء ده عند حمام السباحة حلو فحمام السباحة سألوا طيب الدفاع وسألوا ناس كتسألوا حمام السباحة ليه باب يوصل على الشارع فقالك لا اللي عايز يدخل حمام السباحة لازم يدخل الفندق من داخل الفندق مش من بره من الشارع يبقى لازم فمحسن سكري في كلامه بيقولك ايه ارجعوا للوقت اللي قبلها اللي انا خارج من الفندق ورايح فين دي واحدة فان بس هيا دي هيا دي ايو فالكاميرات في الوقت ده موجوب الشغالة ده الكاميرا الوحيدة شوف ماهدي يعني حدوتة غريبة الكاميرا لكي هذا المكان المفروض تتصوره وهو نازل رايح المنطقة دي اللي راجع منها الساعة 8 الصبح مش تغلتش لا احنا ما نعرفش اذا كان الصور دي موجودة في الاردسك ولا لا مين ما يعرفش ايو ماه الدفاع هم قالك اصلا التوقيت ده ما تصورش اي 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 انا فهم اي 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 احنا عايزين اي اي احنا عايزين نروح دبي نقعد كده ونشوف السياق ده كله نشوف تمثيل مسرح الجريم الدفاع طالب كده اه اذا كان محسن مصر على الطالب ده اه 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 تمثيل مسرح الجريم انا عايز اشوفك محسن التداخل من الباب قدام الرجل بن غالي ولما طلعت من باب الأسلصير وطلعت وانا شفت الباب عرفت ان ده الباب اللي موجود في الصورة دي فعلا احنا ما بتشككش في دبي انها حابنقول ده الدور اللي هيحصل لان دلوقتي انت هتحكم على ناس اما شاكرا واما كفور يعني اما الناس دي هتوعدم اما مش هتوعدم وعايز اشوف انت وان وقت ما طلعت الغاية خدت اتنشر دي اولي لا هو بس بيتكلم عمر في النقطة دي بعض الناس لما تسألهم القانونين طب ايه ايه لزوم دبي يعني ايه اللي يفيد في القضية قالك انه بيتأكد بنفسه اولا المحكمة تمتد بعضو اليمين او عضو اليسار القناعة انه يتأكد خلاص انه فترة من المسافة من الفندق لحد برج الرمال واحد اتنين تلاتة مزبوط يطلع في الأسلصير وينزل في التوقيت ده ويغير هدومه ويخرج من باب ده يبقى مفيش اي مشكلة كويس قالك لو ما رحتش المحكمة انه ممكن يبقى هناك ادلة لدى المحكمة بتشوفها بتقتنع بيها تغنيها عليه وروح دبي اه هي قرار المحكمة يعني ممكن يقولك الدليل ده انا مش عايزه ممكن يجي مثلا يقولك التسجيلات زي ما حصل المحكمة الاولى لما استبعد التسجيلات قالك لا تسجيلاتنا المستبتة عشان حصل فيها جدل قانونة ومش قانونة بس انا عايز اقولك انا احنا بتكلم يا جماعة على جريبة وقعت في دبي اغلب تفاصيلها موجودة في دبي الخناع عالكاميرات وعالتوقيت واذا كان محصل السكري ورشوح السكري في دبي اغلب الادلة كلها في دبي